موسيقى مساء الخير ضيفه على ما استفهم لهذا المساء الأستاذ عبدالله سلام الحكيمي وهو سياسي يمني معارض لتذكير أيضا بالأستاذ عبدالله سلام الحكيم أولا أهلا بك أستاذ عبدالله لتذكير المشاهدين أيضا حضرتك في نشاطك السياسي انتثبت العمل الحزب السري لتنظيم الناصري في أبريل عام 69 عضو لجنة المركزية والقيادة التنفيذية لتنظيم الناصري التلائع الوحدوية اليمنية في أكتوبر 78 الأمين العامي جبهة 13 يونيور للقوى الشعبية الناصرية التي أسست بعد استشهاد الحمد في 11 عشر سبعة وسبعين عضو الأمان العامي لاتحاد القوى الشعبي من 91 حتى 93 كنت رئيس الدائرة السياسية عضو اللجنة العرية للانتخابات عام 93 ممثلا للمعارضة عضو المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية وحاليا حضرتك معارض مستقل أذكر أيضا بالوظائف التي شغلتها مدير مكتب رئيس جامعة صنعاء صنعاء ورئيس السكريتارية الفنية لمجلس الجامعة من عام 73 و 74 ناطق رسمي بأسم مجلس القيادة 75 و 77 أخصائي أول في الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية عام 75 في زمن أي رئيس عام 75 أول رئيس تحرير صحيفة 13 يونيو الأسبوعية 75 و 77 عضو مجلس الشعب التأسيسي عام 77 وكيل بزارة الإعلام والثقافة في عام 78 يعني من 17 إلى حد 15 إلى قيام حركة الناصريين وزير مفوض بالسفارة اليمنية بنيودا اللي هي 81-83 وزير مفوض قائم بأعمال السفارة اليمنية في الصومال وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي كل ذلك للتذكير بك أستاذ عبدالله سلام الحكيمي حضرتك ناشط سياسي يمني معارض ما يجري حاليا في اليمن ليس له علاقة بما جرى في مصر وفي تونس وما يجري في ليبيا كان سابق تململ الداخلي اليمني سواء جنوبا سواء في موضوع العلاقة مع أحزاب المعارضة أو في موضوع الحروب التي شنت ست مرات في صعدة ضد الحوثيين كان سابق عن كل ذلك هل ما يجري حاليا في اليمن متأثر بإمكانه أن يكون متأثر بالإقليم بما يحدث إقليميا أم له ديناميته الداخلي اليمني؟ هو في الحقيقة له ارتباط بطبيعة التركيبة اليمنية وطبيعة الوضع السياسي القائم في اليمن والوضع الاقتصادي أيضا ولكنه يحصل نوع من التأثير والتأثر في تفاعلات وأحداث الإقليم دون شك ولكن اليمن كان معنى أنه لم يعد استثناء اليمن لم يعد استثناء على الحال العربية أصبح جزء من هذه الحال العربية لا ليست استثناء لأنه من حيث تشابه الظروف والممارسات وطبيعة السلطات الحاكمة في الدول العربية بالذات الثورية اللي جاءت عن طريق انقلابات عسكرية أو امتدادا لها هي تشابهت كثير من الأساليب والظروف ذو حق فحصلت نوع من التأثير والتأثر لكن كان المفترض أن تكون أول ثورة شعبية عربية كانت في اليمن من وقت سابق ولكنها تأخرت لظروف مختلفة وسبقتها كانت الثورة الشعبية ما يحصل الآن نوع من الثورة الشعبية العربية بدأت شرارتها الأولى في تونس ثم استقرت في مصر لأن مصر تربتها تاريخها حضاراتها لتعطي القسمات والملامح والمعالم الرئيسية لهذه الثورة الشعبية العربية الجديدة دخلت المنطقة العربية إلى مرحلة جديدة دخول مصر باعتبار أنها كانت قائدة تاريخيا تستطيع أنها لأن مصر دائما تؤثر في ما حولها تاريخيا وكل المراحل فأعتقد أن اليمن كانت سابقة ولكن هي تأثرت أيضا ما قرأ حولها أعطى نوع من التحفيز والتعديل بنمط الثورة الثورة الشعبية القماهيرية التي قادوها شباب شباب غير منتمين حزبيا ولكن دفعهم عوامل كثيرة قمع الحريات البطالة الفقر انسداد الأفق لم يعد عند الشباب عفاق يتطلع عليها لم تعد لديهم طموحات فهذه الانفجارات اللي نراها يعني بالذات في اليمن مثلا وكما حصل في تونس ومصر وفي القزائر وفي الأردو هي نوع من الوصول الشباب إلى درجة من الإحباط واليأس دفعهم إلى أن يفقروا تورا أستاذ عبدالله هناك شيء حصل في تونس وقبل أن يحصل في مصر هناك من خرج في مصر القول أن مصر ليست كتونس لكن مع ذلك حصل في مصر ما حصل ثم خرج علينا سيف الإسلام القضافي يقول أن ليبيا ليست مصر وتونس وحاليا نشهد ماذا يجري في ليبيا وطبعا هناك تركيب قبلي في ليبيا أيضا في اليمن بإمكاننا القول أن اليمن دولي لها خصوصي في تركيبها الديمغرافية في التركيب الاجتماعي وفي التركيب السياسي وفي أيضا المسار التاريخي بمعنى أنه لا يمكن لثورة شعبية عادية أن تفعل فعلها في اليمن كما فعلت فعلها في مصر وفي تونس لا في الحقيقة بالنسبة ليمن صحيح أن ليمن خصوصية في تركيبتها من حيث أنها مجتمع لا يزال في جزء مهم منه مجتمع قبلي عشائري ولكن هذا المجتمع القبلي العشائري تاريخيا لم يكن هو عقب أمام التغيير لم يكن عقب أمام التطوير والتحديث للوضع السياسي والأقصالي في اليمن بالعكس هو كان أداة التغيير تاريخيا كانت القبائل الأئمة عندما جاءوا والدول التي قامت إنما اعتمدت على القبائل في الواقع القبائل اليمنية ليست قوة كابحة أو معطلة للتغيير بالعكس دائما كانت القبائل تلعب دور في تسريع التغييرات لن يكون في اليمن هناك قبائل معارضة وقبائل موالية قبائل مع النظام قبائل ضد النظام الوضع حاليا في اليمن ليس كذلك لا هو ليس إذا أخذت إذا أردت أن تظر للقبائل أنظر لها من زاويتين زاوية كبار المشيخ وهذولا كبار المشيخ صارت لهم نوع من المصالح نوع من الفوائد نوع من المكاسب مع النظام السلطة الحاكمة والشريحة الواسعة من رجال القبائل هذولا يعني ظروفهم أكثر صعوبة معاناتهم أكثر حربانهم أكثر يعني وبالذات في ظل السلطة العائلية الحاكمة اليوم ذاقوا منها الأمرين يعني كسروا شأفة مشايخهم الكبار زرعوا الفتن والمنازعات داخل كل قبيلة بين كل قبيلة أخرى وكانوا يدعموا الفتن والحروب والمنازعات داخلها على أساس أنه من قبيل ما يقال بالنظرية أنه فرقتصد فرقتصد ولكن يعني ولهذا عانوا كثيرا الحزام القبلي مثلا المحيط في صنعة حزام فقر مريع جدا لم تنتبه لهما السلطات السلطات الحاكمة تنتبه للقبائل عندما تتعرض إلى تهديد في وجودها تحاول أن تستنفر العصبويات التقليدية العصبويات القبليات لتحمي نفسها لكن ليست لمنفعة القبائل هذا نظام الرئيس علي عبدالله صالح يتعرض لانتقادات ومعارضات منذ زمن سواء كانت المعارضة جنوبية أو معارضة الوسط معارضة الأحزاب لقاء المشترك أو معارضة عسكري على طريق الحوثي ومع ذلك حتى الآن لا أعرف إذا كان يستخدم سلاح القبائل في هذا الشأن لا هو الحقيقة يعني فيه خصوصية يعني متفردة بالنسبة للدولة اليمنية لأنه يعني منذ مجيء البرتغاليين قبل حوالي ثلاثمائة سنة تقل قليلاً أو شيء تحول خط التجارة إلى رأس الرجاء الصالح أدى إلى سقوط دولة الساحل التي كانت تحكم في اليمن باعتبار أنه كانت في سيطرة على خط التجارة إلى سواحل مصر من مصر ينقل إلى عبر البر إلى البحر الأبيض وأوروبا عندما قاموا وحولوا خط التجارة العالمي سقطت دولة الساحل في اليمن وسقطت الدولة في مصر لأنه انتفى المبرر الموضوعي لوجود الدولة من حيث التراكم الرسمالي الذي كان يحصل لانتقى لسيطراتها على خط التجارة فمنذ ذلك الحين جاءت دولة الجبل دولة الجبل هي القبائل مثلاً من الناحية الاجتماعية تعتمد على اقتصاد الغزو اقتصاد الفيد يسموه أو المكاسب التي تأتي نتيجة الحروب أو الغزو أنه منطقة طاردة لكن مع سقوط دولة الساحل والاتفاء المبرر الموضوعي للتراكم الرسمالي كان يعطيها مبرر الوجود منذ ذلك الحين ودولة الجبل هذه المنطقة التي هي صنعة وما حولها فرضت سيطرتها على الحكم وقاء الإمام يحيى باعتباره كان قائد حركة التحرر الوطني ضد الأتراك التي كانوا في اليمن في صلح دعان مثلاً اكتسب الإمام يحيى مشروعية وجوده كقائد لحركة التحرر الوطني ضد الأتراك واعتماده على منطقة المنطقة التي هي شمال الشمال التي كانت تشكل مخزنه البشري الاستراتيجي في المقاومة وصلح دعان أعطى للإمام هذه المشروعية منذ ذلك الحين في سنة 1900 تقريباً لا يزال الحقد الاجتماعي الذي ذتك عن صلح دعان ومجيئ الإمام يحيى الله يرحمه باعتباره قائد حركة التحرر الوطني لا يزال الحقد الاجتماعي قائم حتى الآن يعني منطقة جغرافية جيوبوليتيكية تحكم من اليمن منذ حوالي 300 عام ورغم أنه تتنافى مع الحقائق الديمغرافية وتحدث عن أي منطقة في اليمن عن اليمن الشمالي أولاً وثم عندما قامت الوحدة صار التباين بين التركيبة الحاكمة والقاعدة الديمغرافية والاقتصادية والثقافية تباين شاسع جداً يعني جاء السلطة الحاكمة العائلية اليوم لتختزل هذه المنطقة اللي كانت أوسع اختزلتها في إطار العائلة والعائلة ليست العائلة الواسعة إنما العائلة المختزلة في الأخوة الأشقة وأبناؤهم وأنسابهم وأصارهم بكل سراح حضرتك طبعاً معارض لكن هل تناقضكم الرئيسي حالياً هو مع الرئيس ومع آئلة الرئيس وبالتالي وكأنه ليس هناك أي مشاكل أخرى وكأن هذه الأحزاب المعارضة متفقة على كل شيء إلا على الرئيس وعائلة الرئيس لا نحن ليس نفذ الأفراد نحن كنا نريد تطوير النظام السياسي لأنه تاريخياً منذ أقدم العصور منذ الدولة السبائية والدولة المعينية والحميرية من قبل الإسلام كانت اليمن عادة لا تحكم اليمن بسلطة مركزية على الإطلاع يعني عندما تأتي إلى تقرى في التاريخ كان النظام السياسي والإداري القائم في الحضارات اليمنية القديمة يقوم على مزيج من النظام المعاصر لنفهمه اليوم خليط من فدرالية على كونفدرالية لأن طبيعة النظام القبالي عادة والعشائري يعني القبالي ما فيش قبيلة إطلاقاً لا يمكن لقبيلة أن تقبل أحد من قبيلة أخرى يحكمها هذه طبيعة القبالي مشلة في المجتمع اليمني صحيح لكن هناك أيضاً من اليمنيين ومن المعارضين من يعتبر أن الظاهر القبالي في اليمن هي ظاهر التخلف وليس الظاهر التقدم بمعنى أن حتى الآن النخب السياسي اليمني لم تتجاوز القبيل لم تذهب إلى الدولة وإلى إنتاج نظام مركزي أو نظام حكم يقارب الحداثي نوعاً ما يعني هناك هل بإمكان اليمن أن يحكم دون تجاوز القبيلي ويصبح عبر القبائل أيضاً ويصبح المواطن اليمني مواطن وليس عضو في قبيلي يعني هو في الحقيقة يعتمد على طبيعة النظام السياسي الحاكم لأنه خذ مثلاً بعد الثورة في 26 ستنبر 1962 كان هناك مشروع ثوري قائم الناس اليمنين سواء في الشمال أو في الجنوب اللي كانت تحت الاحتلال البريطاني تقاوبوا وتفاعلوا مع الثورة لأنه في مشروع وطني نحن نريد أن نطور النظام السياسي من نظام عائلي يعني فردي أو مناطقي إلى دولة حديثة دولة المواطنة المتساوية دولة الحقوق المتساوية دولة الولاء الوطن دولة نحن ما نعاني منه في اليمن أنه ليس هناك تداول وطني للسلطة والحكم يعني كل صراحة بإمكان بإمكان قيام نظام ديمقراطي بالأسلوب الغربي ديمقراطي مجلس نواب مجلس تشريعي أو كونجرس صندوق اقتراع تناغب على السلطة سواء كان من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة ليس هناك حساسيات في اليمن في هذا الشام برأيك يعني نحن النظام السياسي الأمثل للخروج اليمن من أزماتها المستفحلة والمتكررة هي في نظام اتحادي دولة اتحادية فدرالية كما كانت في قديم الزمان يعني حتى بعد الإسلام تعامل يعني دولة تحدث عن لا مركزي لا مركزي سياسي أم إداري لا سياسي وإدارية لأنه كانت شوف أيام السبائيين مثلا أيام الدولة السبائيين والحمير والمعنين كان فيه ولهذا عندما تقرأ في الترك تقرأ ملوك سبع ملوك حمير ما فيش ملك ملوك كان هناك المثامنة يسموهم المثامنة عبارة عن ثمانية ملوك يمثلوا المخاليف الثمانية كانت اليمن مقسمة إلى ثمانية مخاليف وكان كل مخلاف له ملك هذا الملوك الثمانية يجتمعوا ليختاروا الملك الأول الملك الأول ليس له حق أن يتدخل في شؤون أي مخلاف إلا عن طريق ملكه وملك المخلاف يحاط بمجموعة من كبار القوم يسمونهم الأعيان الأقيال وكان لا يتصرف في شؤون المخلاف إلا عن طريق المشاورة فكانت السلطة في اليمن تاريخيا غير مركزية إلى أقصى الحدود هي خليط زي ما قال دكتور قواد علي العراقي المؤرخ العراقي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أنه كان مدهوش لهذا الأسلوب المتطور الحديث الذي كان سابق لعهده خليط من فدرالية على كومفدرالية يعني كانت ولهذا استقرت كان كل ما ساد هذا النظام الفدرالي الكومفدرالي اللامركزي كان يسود الأمن والاستقرار والازدهار وكلما جاء ملك وأراد أن يسيطر على كل السلطات في يده المنفردة كان ينفتح الباب أمام المنازعات والحروب الداخلية وينفتح الباب أمام الغزو الخارجي لكن هل هذا يهدد أيضا منطق الوحدي في اليمن يعني الذهاب إلى تذكر السلاطين وتذكر الأمي وتذكر الفدرالية أو الكونفدرالية في ظل دعوات إلى تقسيم في ظل دعوات إلى انفصال ألا يهدد منطق الوحدي في اليمن كل ذلك لا تاريخيا لم يحفظ تاريخ يعني لم يحفظ وحدة اليمن إلا هذا النظام اللامركزي الواسع في لامركزيته يعني كانت اليمن عندما تخكم حكم مركزي كانت تتفكك وتأتي الإمارات والمشيخات والسلطنات وما إلى ذلك لكن في النظام اللامركزي الواسع كانت هل هذا رأيك أم هناك برنامج سياسي تقدم أحذاب معارضة أو أفكار معارضة في هذا الشأن يعني أنه لك شيء مكتوب شيء يطالب به نعم يعني فيه إطروحات مثلا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا كما يقوله لكن أنا في برنامج الانتخابي عندما كنت أنوي أرشيح نفسي في الانتخابات الرئاسية في عام 2006 طرحت النظام الفدرالي بوضوح وأصلته يعني تاريخيا يعني حتى لو حضرتك تشوف يعني صحيفة المدينة اللي عملها الرسول في أول وثيقة دستورية لمجتمع المدينة كان عبارة عن السلطة في الإسلام دائما الإسلام يكره السلطة الممركزة السلطة المطلقة لأنها يعتبرها الطاغوت ولهذا قعل السلطة في كل على ربعته يتعاقلون معاقلهم الأولى يفدون عنهم بالقصر المعروف بين المؤمنين لآخره فكان السلطة تحت يعني حتى لا يأتي قبروت أو ما يسمى اليوم دكتاتور بحيث يعني يعني حتى في الأقل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى كلما انفرد الإنسان بكل السلطات طغى وأفسد فلهذا كانت الصلط لهذا الموضوع أن الفدرالية حزب الرابطة تبناء اليمن رأي قدم مشروع للفدرالية جميل طبعا تختلف التصورات ما بين من ينادي كما ينادي حزب الرابطة بأنه فدرالية بين إقليمين القنوب سابقا والشمال سابقا وأنا طرحت ثلاثة أقاليم يعني أنه الشمال مش معقول أنه يكون إقليم أربعة مليون يشكل إقليم والإقليم الثاني حوالي 19 مليون مش معقول لكن لندع القنوب كله إقليم لكن الشمال يقسم قسمين بحيث أنه يكون فيه توازن سكاني وغرافي فإذن فيه اتفاق واسع على الفدرالية لكن في بعض الأحزاب وبالذات الأحزاب الإسلامية تتخوف من موضوع الفدرالية يمكن فيه قيادة نافذة فيها تتخوف من أن صيغة السيطرة المناطقية الطائفية الجيو بوليتيكية تنتهي وهي جزء من هذه التركيبة لكن في الموضوع الفدرالي القبائل يعني ديموغرافيا وجغرافيا متناسبة بمعنى قبائل موجودة في الشمال كما هي موجودة في الجنوب وفي الفوسط أيضا كيف يمكن تقسيمة فدرالية لا لا قبيلة واحدة ممكن تكون موجودة في مناطق جغرافية مختلفة أولا أريد أن أؤكد بأن التركيبة القبلية هي قائمة على أساس فدرالي بل حتى كون فدرالي بمعنى خذ مثلا قبيلة خولان على سبيل المثال تتكون من ثمان قبائل كل قبيلة لها شيخ وفيه شيخ مشاخ ثم فيه المرقع الأعلى اللي هو عبارة عن المحكمة الدستورية العليا اللي هو يسموها المراغة شيخ المشاخ لا يحقل على الإطلاق وهو شيخ مشاخ القبيلة كلها أن يتدخل في شون قبيلة إلا إذا طلب منه شيخ القبيلة أليس هذا هو النظام الفدرالي ثم إذا اختلفوا إذا شيخ المشاخ لم يعمل شيئا طلبوا تدخل المراغة اللي هو ذلك الإنسان المرقع الكبير اللي يحفظ الأعراف عن ظهر قلب والذي يستطيع أن يبدع حلول غير موجودة في منظومة الأعراف والتقاليد فإذا القبيلة هي أساسا نظام فدرالي على كوم فدرالي وهي أكثر ملاءمة في النظام الفدرالي ولهذا كانت تستقر اليمن لأنها نظام قبلي مع النظام اللامركزي لأنه يناسب تركيبها حالتك تدعو إلى العودة إلى نظام القبيلي لا إلى العودة إلى الفدرالية الدولة الاتحادية معنى تحطيم المركزية المفرطة في مركزيتها التي ينشى عنها الفساد وينشى فيها التفكك والانحلال في الدولة طبعا حالتك سياسي يمني معارض لا أعرف إذا كنت قريب من ما نعرفه من أحزاب وتنظيمات معارضة في اليمن هل حالتك جزء من برنامجهم هل تتنقض مع برنامجهم هل لديك اعتراضات على هذه البرامج أو حتى على الأداء الذي يقومون به يعني أنا في الحقيقة أنهيت ارتباطاتي الحزبية في نهاية سنة الثمانين منذ ذلك الحين إلا محاولات طفيفة ثم استقريت على أن أكون معارض مستقل ما أخذوا على أحزاب المعارضة والذات التي هي الرئيسية التي يمثلها اللقاء المشترك والحقيقة هو اللقاء المشترك المعارضة الرئيسية لكن ما أخذوا عليهم بأنهم لا يزالوا مترددين ومتهيبين لم يستطيعوا أن يطرحوا صيغة الحل السياسي الأمثل لمشاكل وأزمات اليمن مثلا يعني في بشروع وثيقتهم للإنقاذ طرحوا ثلاث صياغة مائعة لم يطرحوا صيغة الفيدرالية لأنه يعني أذكرك بحقيقة تاريخية في سنة 1924 الإمام يحيى عرض على صلاطين ومشائخ وأمراء القنوب صيغة لتحقيق الوحدة اليمنية كما سماها عن طريق الوسيط كان عزيز التعالي بذلك المعارضة التونسية المعروف وكان مقترح عليهم أن تقوم وحدة يمنية على أساس فيدرالي بصريحة العبارة فهل كان الإمام في ذاك الحين 1924 أكثر تقدما مننا نحن اليوم وقضية الفيدرالية الدولة الاتحادية الفيدرالية هي الدولة الصيغة الأحدث في إدارة الحكم في العالم أنا طبعا عندما قدمت بروفايل عنك بشكل سريع ذكرت بأنك كان تسابق العمل لحزب السري للتنظيم الناصري عام 1969 سابقا سابقا لا أعرف طبعا الناصري يعني الوحدي يعني الوحدي العربي كل ذلك هل تتنقد هذه الناصرية مع مشروعك الفيدرالي لا بالعكس يعني كانت طبعا برأيك أن الناصرية كانت حقبة انتهت تجاوزناها ذهبنا إلى لا يعني أنا ضد الجمود أنا دائما أكره التقوقع والانغلاق كل نظرية سياسية أي كانت عظمتها ما لم تتواكم مع متغيرات الحياة وتقدد نفسها باستمرار تذبل وتنتهي عبد الناصر تقربته قائمة على التقربة والخطأ بمعنى أنه عبد الناصر يقول أنه التقربة تغني الفكر والفكر يهدي التقربة ويحل دون ذهابها يعني إلى الاتقاه الخاطئ فما لم تكن الناصرية بهذا الشكل تبقى معديش ناصرية تقمد مثلما جمدت نظريات سابقة قبلها مشكلة أخوانا الناصريين أنه بعد غياب عبد الناصر لم يستطيعوا أن يجددوا في التقربة الناصرية شيء جمدوا على النصوص وبقوا يناظلوا من خلف صور الموتى وهذه أنا أكره لأنه لابد أن تستبر من حيث انتهى عبد الناصر وليس أن تحفظ ما قاله عن ظهرها بالتالي الفكرة القومية العربي لا تتناقض مع مشاريعك أو مع دعواتك الفيدرالية لا أبدا تقسيم السلطات لا مركزية السلطات لا تبعد الناس أكثر فأكثر طيب مع تقربة عبد الناصر ونسه في مصر على سبيل المثال دولة التقربة كانت قائمة على مجالس محلية شعبية منتخبة يعني كان في محاولات لفكة المركزية المطلقة طغيان المركزية بالعكس الوحدة العربية يجب أن تقوم الآن في الظروف الحالية لا ينفعش الوحدة العربية الشاملة الكاملة هذه لا هذه تقاوزها الزمن الآن لا بد أن تقوم وحدة عربية على أساس فيدرالي بل على أساس كومفيدرالي يعني يكون في عدة نظم متباينة حتى في إطار وحدة عربية تقوم على أسس حديثة لأنه يعني لاحظ في التاريخ في العالم كل اليوم لم تتفكك دولة فيدرالية على الإطلاق في العالم أكثر من حوالي تسعين أو مئة دولة تقايمة على أساس نظام فيدرالي اتحادي لم تتفكك دولة إنما تفككت الدولة المركزية الشمولية المطلقة هذا حقيقة التاريخ الله طيب السيدة عبد الله سلام الحكيمي فسأحاول في القسم الثاني أن نقترب من الحاضر وأن نمس هذه التحولات الكبرى الحاصلة حاليا هل هي تحولات أم محاولة للقيام بتحولات ومحاولة نفهم منك أكثر الجدر الحالي سواء في الشارع أو داخل أروقة المؤسسات والنخب السياسي في اليمن بعد الفاصل بكومي اليمن أيام التحولات الكبرى موضوع للنقاش في علامات استفهام مع الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي السياسي اليمن المعارض أريد أن أذكر في مقال لك أستاذ عبد الله حول القضية الجنوبية تقول أن الجنوب شعبا وتاريخا وثقافة ليس ولي يكون نسخة مكررة ومماثرة للمنطقة الوسطى من اليمن منطقة الوسطى أعتقد عن الحديدة تعس إبريما مأرب البيضاء التي تكونت لدى أبنائها قبلية الخنوع والاستسلام إزاء ممارسات وسياسات إلى آخر وكأنك تقول أن في اليمن هناك ثقافات وهناك أمزجي مختلف وهذا قد يعرضك لانتقاد وكأنك تقسم هذا الشعب الليمني بين جنوبي وشمالي ووسطي لا أنا في الحقيقة أميز بين تقارب تاريخية مرت فيها هذه المكونات التي تكون النسيق المجتمع اليمني الواحد فما أقصده بالنسبة للجنوب أنه سواء كانوا أيام الاستعمار البريطاني أو كانوا في ظل السلطنات والمشيخات والإمارات التي كانت قائمة لم يكن يمارس تدهم القهر والقمع والإقصاء والتهميش الذي هو مورس على مدى حوالي ثلاثة قرون على المكونات المجتمع في الشمال الذي هو شمال اليمن لكن مع ذلك هناك ما نعتبر بالجنوب أيام انتهاء هذا الجنوب وتحوله إلى جمهورية الوحدي وكأنه إنقاذ لهذا اليمن الجنوبي من ممارسات كانت تمارس على جنوبيين تحت بند الحكم اليساري أو ماكسي إلى آخره وهناك طبعا إحصاءات تتحدث عن النمو الاقتصادي المشاريع الاقتصادية التي كانت والتي أصبحت بعد ذلك بمعدلات كبرى بعد الوحدي استفاد منها الجنوب قبل الشمال والله هو في الحقيقة النظامين اللي كانوا قائمين في الشمال وفي القنوب كلاهما كانوا نظامين قمعيين ديكتاتوريين شموليين ما كانش فيه في الشمال تعددية حزبية كان الحزبية محرمة بنص الدستور وأنه من تحزب خان وأنه نحن نرفض الحزبية كما كان يقول الرئيس عبد الرحمن الإرياني الله يرحمه نرفض الحزبية سواء أن ظهرت علينا بقرون الشيطان أو بمسوح الرهبان فالكل كانوا ديكتاتوريين لكن برغم كل المآخذة التي تأخذ على النظام السياسي اللي كان قائم في اليمن القنوبي اللي هو اليساري في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لكنه على الأقل حفظ وحدة القنوب 22 مشيخة أو سلطنة أو إمارة استطاع أن يوحدها في دولة واحدة هل حضرتك بشكل واضح مع الانفصال؟ لا أنا لست مع الانفصال لكن ما رأيك بمن يدعو إلى الانفصال؟ هل هو وطني أو غير وطني؟ كيف تقيم من يدعو إلى الانفصال؟ أنا شخصيا قناعتي أن الوحدة أفضل وأنا لست مع الانفصال ولكن أنا أيضا في نفس الوقت أرفض أن تفرض الوحدة على عكس رغبات المواطنين الأخواف القنوب كانوا أكثر وحدوية مننا في الشمال المواطنين الشعب ولكنهم بعد الوحدة الحقيقة وبالذات بعد حرب 94 رأوا من الممارسات ما تقشعر لها الأبدان نهبت أراضيهم ممتلكاتهم يعني سيدي كانت أراضي القنوب بعد حرب 94 توزع بالكيلومتر بالسيارة كم كيلو العدد يضرب بالكيلومتر وزعوها للمتنفذين وللسلطات الحاكمة والمسؤولين يعني أول قرابات الأسرية يعني وشعب القنوب هذا طبعا في حتى تقارير شمالي أعتقد تحدث عن هذا الموضوع أيضا أريد أن أفهم منك سبب تململ الجنوب هو من سلوكيات متنفذين في الشمال وبالتالي إذا انتفت هذه السلوكيات فلا طائل المطالبة لا بالانفصال ولا بالاحتجاج وكل ذلك أم برأيك بنيويا هناك شمال وهناك جنوب لا الحقيقة ما فيش حاجة مع تناقض ثقافي أو حضاري لا يعني على مستوى التطور التاريخي واحدة تقريبا مع شوية اختلافات بين هذا المنطقة وتلك يعني مثلا لما تجي تشوف مستوى التطور الثقافي والحضاري في إطار الشمال وحده بتجي تباين بين المنطقة الوسطى وبين الشمال بين الغرب وبين الشرق يعني في تباينات ولكن يعني ما يطلبوه القنوبيين ومعهم القطاع العريض من الوسط وسط الشمال واللي هم يشكلوا المخزن الاستراتيجي البشري الهائل يطالبوا بأنه لابد من تغيير التركيب القائمة بدون أن يتغيير يطالبوا بعدالة في السلطة بعدالة وتداول وطني للحكم ليش معنى بالله عليك لا يأتي رئيس من تهمة لا يأتي رئيس من القنوب لا يأتي رئيس من تعز لا يأتي رئيس من أب لا يأتي رئيس من مارب لا يتي رئيس من ريمة لا يتي رئيس من البيضة لماذا وهم هذون يشكلوا ثلاثة أربعة سكان لكن تاريخيا منذ إقامة الجمهورية حتى الآن الرؤساء كيف كانوا موزعين كلهم يعني ممنوع واحد رئيس يقي بعد الثورة بالذات ممنوع يقي واحد سيد يعني هاشمي ممنوع واحد يقي من تعز ممنوع واحد يقي من الحديدة ممنوع واحد يقي من نائب ممنوع واحد يقي من مارب ممنوع واحد يقي من البيضة لا تتحكى عن ممضوعه كأنه تم الاختيار هناك انقلابات عسكرية تم فيه طبعا هي انقلب عسكرية السلطة كانت عسكرية لا أعرف كيف ممنوع هناك ضابط عسكري قادة انقلابا وأدى إلى أن يتبوأ الرئاس لم يتم اختيار ولا قباليا ولا انتخابيا ولا كل ذلك ثورة 26 سنبتمر انقلب عسكري الحقيقة ونحن نفهم الثورة أنه يبدأ انقلب عسكري لا يحكم على الانقلب العسكري بأنه ثورة إلا بمقدار ما يحدث من تحولات على أرض الواقع فهذا ما لم يحدث يعني لحدث تطور تلقائي وطبيعي يعني لاحظت في القسم الأول تستشهد بالإمام هل لديك عتب على كل هذه الجمهورية ولديك حنين إلى العصر الإمام لا هو الحقيقة ليس حنينا ولكن أنا في اعتقادي أنه كان نظام الأئمة أفضل مما هو قاهم برأيك أفضل أفضل وأقول لك لماذا لأنه كان في أيام الأئمة كانوا علماء علماء مجتهدين وكانوا يقيموا العدل حريصين على العدل كان الإمام يقاضى مواطن يقاضي الإمام والقضاء يحكم في بعض الأحيان ضد الإمام والإمام ينفذ الأئمة كانوا حريصين لكن هذا في إجماع عليه لأنه أنا كنت في اليمن وهناك نقاش على وكأنه يعني يعتبرون عصر الأئمة عصر الظلام وبالتالي أدت الجمهورية أتت بعصر التنوير يعني هو قصر لا أعلم إذا كان خطاب رسمي أم فعلا في قناعات يامني في هذا الشأن يعني هو إذا أخذت مسألات التطور التاريخي الحضاري نعم وهذه كانت المنطقة الإسلامية منطقة العالم الثالثة بكلها متخلفة يعني ليس اليمن فقط فهي كانت جزء من تركيبة المنطقة من مرحلة التطور التاريخي السائدة في المنطقة كلها منطقة العالم الثالثة بشكل عام منطقة العربية والإسلامية بشكل عام يعني لكن كان الحقوق مصانة كان كرامة الإنسان مصان كان حقوقه يعني ما حدش يتعدي عليها الآن واحد من الأسرة الحاكمة من الضابط الصغير يمكن يخرجك من بيتك ويستولع عليها وفي قضاة تزوره وفي محاكم تحكم لهم وإذا في معانا وقت أذكر لك نماذج حتى يكون نقاشنا حول ما يجري حاليا هناك مجموعة من المظاهرات خرجت هناك اعتصامات في صنعة وفي الجنوب في عدن أيضا في تعز تطالب برحيل الرئيس الرئيس يخرج للعلن يقول أنا لن أرحل إلا عبر صندوق الاقتراع وبالتالي خطاب الخطاب يدعو إلى ممارسة الديمقراطية بشكل عام خطاب آخر يدعو إلى فتح الحوار مع المعارضة والرئيس يتهم هذه المعارضة يتهم اللقاء المشترك بأنه نفذ لهم مجموعة من الإصلاحات التي تم التوافق عليها مع المعارضة وبعد التنفيذ وبعد الإعلان على عدم التمديد وعدم التوريث تصاعد هذه المعارضة لتطلب أكثر فأكثر هل برأيك أنه لا مجال للحوار حاليا وأنه نحن ذاهبون إلى مواجهة ما بين نظام سياسي وبين المعارضة على شكل ما يحصل في بقية الدول العربية شوف نحن في اليمن سواء قبل الوحدة أو بعد الوحدة قربنا الحوارات مرارا وقربنا الحكومات الإتلافية الوطنية مرارا لكن جربت الحروب أيضا قربنا الحروب وهذه الحروب كانت الحوارات وحكومة الوحدة الوطنية تأتي بعد أحداث ولكن كانت نتيجة كل هذا مزيد من تفاقم المشاكل لماذا؟ لأنه نحن نتحاور مع من؟ المعارضة تتحاور مع من؟ السلطة عندنا في اليمن سلطتان في حقيقة الأمر سلطة العائلة الحاكمة وهذه مسيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية والآن الثروة والمؤسسات الإيرادية والاقتصادية هذه هي السلطة الفعلية بقية والسلطة الأخرى هي اللي تشكل من نائب رئيس الجمهورية هل تصدق حضرتك أنه نائب رئيس الجمهورية حتى الآن لو يصدر به قرار بتحيينه نائب رئيس الجمهورية حتى اليوم ليش؟ لأنه خائفين فيما إذا قرأ للرئيس شيء أنه ما يطلعش لمدة 90 يوم أو 60 يوم 60 يوم الآن خائفين أنه ليش واحد من القنوب بيطلع لمدة 60 يوم ما علينا من هذا طيب نحن نتحاور الآن الدولة شوف نائب رئيس الجمهورية الحكومة البرلمان القضاء هذه السلطة الشكلية الديكورية اللي هي لزوم الظهور أمام العالم بدليل يعني لجنة الحوار المشتركة لكن بغض النظر إذا كان هناك سلطة فعلية وسلطة وهمية هناك حوار جرى بين هذه المعارضة وبين هذه السلطة تعريف اليمني للسلطة يعني أتركه لليمنيين لكن جرى هذا الحوار وتم التوافق على كل شيء يعني حتى الآن هل برأيك أنه نحن ذاهبون إلى صدام إما الرئيس إما لشيء أنا أقول أنه الحوار غير مجدي لأنه لم يكن المجدي إذا المجدي هو حوار مع السلطة الفعلية وليس الشكلية بدليل أنه في اللجنة التحضرية للحوار الأخير خلينا في الحوار الأخير شكلوا لجنة المائتين شكلوا لجنة مصغراء هل أعلان الرئيس عدم التمديد وعمدم التوريث ألا يعتبر إنجاز لهذه المعارضة التي كانت لا تتكلم إلا عن التمديد وعن التوريث قال هذا مرارا أنه لن يترشح ثم أوعزوا للمخبرين السريين واذا يخرجوا في مظاهرات ونزل عند رغبة الشعب يعني وأقبر الحقيقة لأنه نحن عندنا نرثل حال الحكام لأنه تقبرهم القماهر على أن يكونوا حكام ولهم ما يريدوا يعني في حقيقة الأمر فقال كثيرا أنه لن يترشح وثم مرتين ثلاث الآن قبل أيام قال إنه لن يترشح ولن يورث لاحظ الخطاب الأخير بعدها بيومين قال أنا لن أرحل اللعنة وأن أرصى نريق الاقتراع صناديق الاقتراع اللي يعرفوا كيف يديروها يعني ما كان في تونس تعددية حزبية وديمقراطية وصناديق الاقتراع مصر كان صناديق وكل مجلس الشعب وفي تونس وفي مصر كان يجيب مضون الحزب الحاكم أنا ترى أنه كمان تبدل يعني قناعات الرئيس ونظام الرئيس في اليمن تتبدل متأثرة بما حصل أساسا في مصر وقبل ذلك في تونس وما يحصل حاليا في ليبيا هناك جو عام يعني جرت لعود بإصلاحات في الأردن في سوريا في الجزائر في المغرب في البحرين بدأنا نتحدث عن إصلاحات ليس هناك جو آخر حتى لو لم تحدثوا الثورة في اليمن هناك جو إصلاحي مفروض على المنطقة لا عندنا الحقيقة هي نوع من إحناء الرأس للعاصفة لأنه يشعر بأن هناك عاصفة لكن السلطة الحاكمة التي هي في الوقت الرهن في الحقيقة أنها رتبت أمورها على أساس أن تستمر تأسرة حاكمة إلى الأبد ولهذا سيطر عندنا في اليمن الذي يسيطر على المؤسسة العسكرية يسيطر على الحكم فأنا بذكرت لك وقاع في التاريخ يعني القريب يعني مش البعيد يعني كان بعد الثورة في ستمر 62 كان تركيبة الجيش تتم من المناطق المسيطرة على الحكم بعد الثورة طبعا اندفعوا الناس للدفاع عن الثورة الجمهورية كما أقيل فاختل تركيبة الجيش يعني إذا قازوا التعبير طائفيا أو مناطقيا كانت أحداث غصص في 68 هدفها إعادة تركيبة الجيش إلى الصيغة المناطقية الطائفية السابقة وأعيد فعلا لأنه تخلصوا من الجيش اللي كان من المناطق الوسط وما إلى ذلك طيب أيام الحمدي كان يريد أنه يعمل الدبابات اللي هو السابع كان يشتري يضيفها للمظلات قالوا لا المظلات دي معظم أفرادها من المناطق الوسط ورفضوا ولهذا الطريق طيب حرب الروعة تسعين إيش كان هدفها؟ تصفية الجيش الجنوبي حتى أنه يبقى سيطرتهم على المساة العسكرية واللي يسيطر على المساة العسكرية ويسيطر على الحكم هذا كل نافق طيب أريد أن أسألك بشكل طبعا الرئيس اليمن ينتمي إلى قبيلة حاشد لا أعرف إذا كان مفروض لهذه القبيلة لا أعرف يعني إذا القبيلة لديها سلطة بأن تقرر بتغطية الرئيس أو عدم تغطية الرئيس أم أن الأمر غير محسوم بين القبائل بين حاشد وبقية القبائل؟ شوفوا يا حاشد عدة قبائل تشكل القبيلة الأكبر اللي هي حاشد مثل ما بكل مثل ما مضحك مثل ما كذا كما قلت لك في مجتمع قبلي ما فيش قبيلة تقبل بأنه واحد من قبيلة يحكمها هذا يعتبر عار في أرف القبائل بما فيها حاشد الرئيس بن سنحان سنحان سيطر على المساة العسكرية والأمنية سيطر على الدولة بقية قبائل حاشد نفسها ترفض هذا الكلام لأنه تعتبر نفسها هي أولى بالحكم من سنحان بقية القبائل ترفض ولهذا شوف جاءوا الهاشميين حل وطني منذ أقدم العصور عندما كانت الصراع القبلي في اليمن يستمر لمائتين عام تقريبا بين حاشد بكيل أدعى عمل الأرحبي والحاشد وراحوا قابل هادي من مكة مدرم المدينة عشان يحكم لأنه يسموه في العرف القبلي ووضوع متشعب لكن العرف القبلي الفرع الصافي اللي هو غير منتمي لهذا القبيلة أو تلك حال وسط ولهذا هقروا بمعنى التهجير عندنا التشيخ التكبير الترئيس هقروا وعملوا له ضمانات حماية مبالغ فيها لكي يضمنوا حيادية حكمه لا يمن لهذا القبيلة أو تلك طب أنا أريد حضرتك يمني وإذن حتى يفهم اليمني ويفهم أيضا المشاهد العربي أولا هل تقبل حاليا الرئيس هو من قبيلة حاشد هل تقبل قبيلة حاشد نظريا أن يأتي رئيس من قبيلة بكيل أو بقية أو أي قبيلة أخرى هل هذا مقبول؟ هل هم من النضج السياسي بحيث يتخلون عن الرئاسة لمصلحة لمصلحة رئيس من قبيلة أخرى؟ وهل هذا النظام القبلي لحدتك تدافع عنه لا يعد كابحا ضد تطور النظام السياسي بأن يأتي رئيس كفؤ من عامة الشعب ينتخب عبر صناديق الاقتراع بشكل أم لا هذا غير وارد في اليمني لا عن طريق صناديق الاقتراع ممكن يقبلوا لكن تاريخيا مثلا سبب الحرب الملكية الجمهورية إيش؟ لأنه اعتبروا أن السلال المشير السلال يعني ينتمي إلى قبيلة معينة ولهذا القبائلة الأخرى بقى ضد الثورة مش لأنه حبا بالملكية أو بالإمام لا لكن لأنه هذا كان يمثل انتماء قبلي معين والقبائل ترفضه حرب قبلية سموها ملكية جمهورية لكنها هي حرب قبلية طيب لما نجي القاضي عبد الرحمن الإرياني القضاة عندنا هجرة يعني يقبلوا في يوم لأنه محايدين القضاة السادة والقضاة فلهذا يعني ساد استقرار في فترة حكم القاضي عبد الرحمن الإرياني عندما أجاء الرئيس إبراهيم الحمدي اللي اغتاله يعني قاوي والقضاة يعني زي ما تقول محايدين يقبلوا في يوم المكتبع القبلي فلهذا لابد من أخذ خصوصية المبتمع يعني أنت أن تاخذ باعتبار حتى الآن لا أفهم كيف يعني تاخذ الخصوصية بماذا يعني تطوير النظام السياسي بماذا هذه المعرضة تقول أنكم أنتم في الحكم يعني الرئيس في الحكم وهو يهدد بالتمديد والتوريث يعني حاليا يقول تمديد لا توريث لكن حتى نغير الحكم نذهب إلى ماذا إلى انتخابات إلى تناوب على السلطة بشكل هكي بشكل سهل كما هو حاصل في البلاد الديمقراطية أم أن هناك تسوية تاريخية بين البقل بين القبائل يجب أن تكون لتغطيت هذا التغيير هذا التبدل لا هو يشوف قضية التوريث هذا كلام فارغ مش ممكن يركب في اليمن إطلاقا يعني إذا يعني هكذا قيل في بلدان عربية أخرى وتم التوريث وكم التجهيز للتوريث يمكن في ظروف معينة يعني في ظروف استثنائية معينة ممكن يعني ذي ما حصل في بعض البلدان لكن التوريث يعني يقابله على طول حرب أهلية بالحكم طبيعة المجتمع القبلي العشائري ولكن يعني نحن نريد يعني نظام يعني تتمثل فيه كل مكونات المجتمع اليمني أن تكون يعني مساحة المشاركة مشاركة فعلية حقيقية لكل مكونات المجتمع اليمني هذا لا يضمنه إلا النظام الاتحادي الدولة الاتحادية الفيدرالية ويعني حكم يعني تركيبة القبائل مثلا أنا ذكرت لك مثلا قبيلة من القبائل تكون من ثمان فروع عايشة بسلام لكن كل واحد يدير أموره بطريقته شيخ القبيلة الصغر يدير أموره ما حدش يدخل فيه النظام الفيدرالي هو يحاكي هذا النموذج القبلي وبالتالي ينسجم مع القبائل طيب في تحليلك سيد عبد الله سلام الحكيمي في تحليلك من هم من الذي يتظاهر من هي المظاهرات هل هي يعني بشكل صريح طبعا المظاهرات بالنسبة لنا كخبر إعلامي هي مظاهرات مواطنين يمنيين معارضين لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك شوفوا الحقيقة المظاهرات يعني مظاهرات خطط لها ونفذها شباب يشعر بأنه يعني الطموح الذي كان يعني يتطلع إليه أغلق بابه تطحن البطالة مهمش الآن يقد أنه يا سيدي يعني أبناء المسؤولين الحاكمين يعني ما عن يبلغ الرشد أحدهم حتى يعين وزير أو ما في حكم الوزير دون المرور بأي شيء ونحن إذا ما بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجباب الرساجدين هذا الشباب يشعر بأنه هو مستقبله مستقبل أبنائه حفاده ضائع هذا الشباب العبر للقبائل العبر للقبائل ومن القبائل حتى حتى أبناء القبائل يقول لك أنا يعني الآن تجد أنا بعطيك أمثلة كثير يعني في مناصب حساسة في الدولة قيادية تحقز لأبناء المسؤولين إلى أن يتموا الدراسة هذا إذا أتموها وحيانا بدون ما يتموها يكون وزير وكيل نائب رئيس مصلحة سفير يعني أنسابهم وأصهرهم طيب أنا أولادي يروحوا فين؟ أحفادي يروحوا فين؟ بعدين هم يزاوقوا من أربع من خمس يعني إذا طلقوا واحدة طبعا يعني الواحد عنده عشرين خمسة وعشرين ثلاثين أبن طيب هذا هو برضو يزاوقوا بعدين يعني بعد عشر سنة عشرين سنة أبنائي أحفادي لن يقدوا لهم مقال يكونوا خدم عنده هذولا هذولا يشعروا بأنه يريدوا دولة المواطنة المتساوية دولة التداول الوطني للحكم دولة أنه يشعر بأنه له دور في مجتمعه أرضي دورهم هذول الشباب أصبحوا يعني أفقروا الشعب عيشوا في بطالة همشوا أقصوه هل في التاريخ اليمني بإمكاننا أن نصدق أن حركة الشباب المظاهرات والاعتصامات على الطريقة المصرية والتونسية بإمكاننا أن تسجل تغيرا معينا في اليمن أم أنه التاريخ اليمني ليس كذلك لا بالتأكيد هي بتكون استمرار نفس ما جرى في تونس وفي مصر وفي ليبيا بيجري أيضا يعني في اليمن بدليل أنه الشباب اللي يعتصنوا اليوم ويتظاهروا فيهم شباب من القبائل القبائل أرسلوا من يشارك معهم القبائل أكثر توقن إلى تغيير هذه السلطة الحاكمة لأنهم يعانوا أشد المعاناة أكثر من الفئة لا تشك بأن هذه القبائل ترسل هؤلاء الشباب لممارسة الضغط على الرئيس ونظام الرئيس لكي يصلوا إلى هذه التسوي في مشاركة في السلطة والثروي وإذا ما وصلوا إلى هذه التسويه ينتهي دور الشباب وتتم صدرة هذه الحركات لا بالحكس القبائل الحقيقة أنا عشت مع القبائل سنوات طويلة القبيلي الإنسان القبيلي العادي يقول أنا لا أريد من الحياة هذا إلا أنه أبنائي ابني يتعلم أريد يعني أسرتي تتعالج أريد طريق توصلني إلى بالجبال هذه وفي هذا أريد يعني يريد تحسين مستوى حياته قال أنا ماذا أريد بالقتال يعني من الذي يحب القتال أو يقتل لكن قال حقوقنا ما فيش لنا حقوق يعيش في القرون الوسطى القبائل محرومة جدا فقط تحتاجهم السلطة عندما تحتاج إلى حماية وبعد ذلك تنساهم تماما يعني مثلما تماما حتى في الجيش هناك من يقول أن الرئيس اليمني حاليا على المستوى اليمني على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ضامن لحد أدنى ومقبول من الاستقرار في اليمن وأنه ما بعد ذلك بإمكان أن يؤدي إلى فوضى وحتى الرئيس تكلم ليس فقط عن تقصين بين الدولتين عن حتى فرفطة للعقد اليمن لا بالعكس الحقيقة هو هم يحاولوا يشيعوا هذا الانقباع يعني عن طريق حتى بالنسبة للغرب يريدوا أن يقنعوا أنه إذا نحن انتهينا الإرهاب بياتي والقاعدة بتأتي والعنف والتطرف ولكن كل هذه المتناقضات هي من صنع هذه السلطات الحاكمة كي تبرر لنفسها البقاء وكي تقدم كسب العالم الخارجي وكسب حتى الداخل أنه نحن يعني يا نحن يا الطوفان وهكذا القاعدة هي اللي بديرها السلطات أجزاء السلطات هذه الحاكمة التطرف هو من اللي يديروه العنف هو من اللي يديروه هذا ثبت ما أشيع حول وزير الداخلية المصري حول تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية فهم اللي يخلقوا هذين لكي يقنع العالم أنه انتبهوا لنا وإلا فسوف تضيعون هذين أريد أن أشكرك جزيلا شكر وذكر بأنك سياسي يمني ومعارض وبالتالي وجهة نظر معارض من اليمن وستاذ عبدالله سلام الحكيمي كنا نحاول معك التجوال في هذه التحولات الحاصلة حاليا في اليمن شكرا لإنتباه إلى اللقاء شكرا لك اشتركوا في القناة شكرا لك